سيمبلي هاو تو دياجنوز اكيزوف اكيوكليكيمي اول حاجة كلينيكال بيكشر الصورة الاكلينكية ودي حدرسة بالتفصيل مريض بيشتكي من اعراض وفيه علامات مرضية وعينة بتقول ان المريض ده احتمال كبير او ان يكون عنده اكيوكليكيمي تاني خطوة اسحبله عينة والعينة دي تعمله وعمله منها وعمله منها ده اصبعه كويس وطبعا تشوفه تحت الميكروسكوب اسمير لو لقيت في خلايا الخلايا دي غير الخلايا النورمال احنا شايفين اجرانينوسايتس لها طبعا اعداد مونسب طبيعية والاجرانينوسايتس اللي هم الليمفوسايتس و المونوسايتس نفس الكلام لهم اعداد ونسب والرسلو سايتس بنشوفها في بلوت فيلم وبنعدها في السي بي سي عالكاونتر والصفايح اللي مفهود تبقى موجودة صفايح نقط صغيرة اذا لقينا منظر بقى خلايا ابنورمل لقينا ابنورمل مش هي الخلايا اللي احنا شايفينها دي برضو بنبتدي ايه نشوك الحالة بتاعتنا انها ممكن تكون اكيوت لوكيميا مع طبعا لو في خلل في نسبة الهيموغلوبين في الحالة ديت بنبقى محتاجين مهم جدا بومورو بناخد عينة من البومورو العينة ديت فيه ابرة شايفينها كده ابرة دي بتدخل من ومن تحت الجلد اللي هو الفات ومن الكورتكس اللي هو الطبقة الاولى من العض وتدخل جوه البومورو نسحب عينة بسرنجة بنحط سرنجة ونسحب بيها طبعا العينة بتاعتنا زي ما هنشوف العينة دي بناخدها وبنعمل منها زي بالزبط بنعمل منها بومورو سميرز افلام والافلام دي بنصبغها ونشوفها برضو تحت المايكروسكوب اشتركوا في القناة